مقلق للغاية، هكذا وصفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد لفيروس كورونا أميجرون لتسارع عدد من دول العالم إلى إغلاق مطاراتها وتعليق الرحلات مع جنوب إفريقيا مصدر المتحور الجديد وعدد من الدول الإفريقية فيما بدأت شركات إنتاج اللقاحات بالعمل فوراً على إجراء الاختبارات لمعرفة مدى نجاعة اللقاحات في مقاومة المتحور الجديد لفيروس كورونا مقلق بهذه الكلمة وصفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد لفيروس كورونا أميجرون إذ أن خطر الإصابة به حسب قولها أعلى بكثير من بقية السلالات المعروفة حتى الآن أول إصابة من هذه السلالة اكتشفت في الرابع والعشرين من تشرين الثاني في جنوب إفريقيا حسب منظمة الصحة العالمية لكن اكتشافها لأول مرة يعود إلى التاسع من الشهر ذاته عندما ظهرت في عينة للفحص في بوستوانا المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض أكد أن البيانات الأولية تظهر أن سلالة أوميكرون هي سلالة الأكثر تحولاً والتي يتم اكتشافها بأعداد كبيرة خلال تفشي الوباء حتى الآن الأمر الذي يثير مخاوف جادة من أنها قد تقلص فعالية اللقاحات وتزيد خطر الإصابة مجدداً وانتقل الفيروس الأفريقي بسرعة البرق من جنوب إفريقيا إلى دول عدة حيث أعلنت استراليا اكتشاف إصابتين بالمتحور أوميكرون للمرة الأولى بعد إجراء اختبار لمسافرين من جنوب إفريقيا وصل إلى سدني مبينة أن المصابين سافر في رحلة للخطوط الجوية القطرية عبر الدوحة ورصدت كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ودول أخرى أيضاً بمتحور أوميكرون في حين بدأت شركة بيونتيك على الفور بإجراء اختبارات على مدى مقاومة هذه السلالة للقاحات فيما أعلنت شركة مودرن الأمريكية أنها تسعى لإنتاج جرعة معززة مضادة للمتحور الجديد في وقت سارعت فيه عدد من الدول إلى إلغاء كل الرحلات القادمة من جنوب إفريقيا موطن المتحور الجديد العراق من جهته أكد قدرة مختبرات وزارة الصحة على كشف المتحور الإفريقي لفيروس كورونا والمعروف باسم أوميكرون حيث أكدت وزارة الصحة رفع توصيات بمنع السفر لجنوب إفريقيا والدول التي ظهرت بها السلالة الجديدة لمنع انتقاله إلى العراق في المرحلة المقبلة مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية إلى جانب الإقبال الكبير على أخذ اللقاحات فهذه هي الطرق الوحيدة للتصدي لأي موجة جديدة يبدو أن على العالم التعايش مع كورونا وسلالاته المختلفة جنبا إلى جنب كما صرح رئيس وزراء نيو ساوث ويلز الذي أكد على ضرورة الحصول على اللقاحات التي وصفها بمنقذة الأرواح الوباء لم ينتهي بعد نحتاج إلى أن نتعلم كيف نعيش جنبا إلى جنب مع الفيروس وأن نتعلم أيضا كيف نعيش جنبا إلى جنب مع سلالات الفيروس المختلفة الذي ستأتي في طريقنا ولكن أفضل شيء يمكننا القيام به هو التطعيم والحصول على حقن معززة والدليل واضح جدا التطعيم ينقذ الأرواح